انتو متخيلين يعني ايه تقنية زي دي ممكن تساهم في علاج الملايين حول الكرة الارضية الملايين دون اي مبالغة تقنية زي دي تعالج ناس تعاني من سرطنات في المخ وده بالمناسبة المرض يعني الى ادى الى وفاة ابوي الله يرحمه وتقنية تؤدي الى علاج سرطنات الكبد وانه هذا النجاح يؤدي الى نجاح اخر فانلاقي انه التقنية يتم تطورها لعلاج انواع اخرى من السرطنات تعارفين يعني ايه ربنا سبحانه وتعالى يسبب الاسباب فيخلي حد زي دكتور ابراهيم يطور هذه التقنية مع فريقه البحسي فيساهمه في انه ناس تعيش وتستكمل حياتها لاجل احبائهم مش بس الاتنين اللي احنا حطين عليهم السؤال اللي هو مين اكتر او اهم اتنين في حياتك وجاوبوا على السؤال ده بالمناسبة على الفيسبوك لكن كل احبائك ثق انه اصدقائك الحقيقين بيحبوك عايزينك تعيش ثق انه عيلتك زوجتك بنتك ابنك امك وابوك اخواتك زملائك عايزينك تعيش بيحبوك من قلوبهم يعني انت طبعا بتكلم عن الناس اللي بتحبك بجد يعني مش المصالح فانت متخيل اللي بيعمله دكتور ابراهيم وفريقه البحسي بيعمل ايه في العالم حقيقي انا باعد افكر كبني ادم انه احنا لازم فعلا يعني برلماننا المحترم يشتغل على مثل هذا القانون قانون التجارب السريرية علشان القانون ده هيؤدي الى نهضة حقيقية في البحث العلمي وهيؤدي فعلا الى انه مصر تتحط في مكانتها الرفيعة في مجال البحث العلمي على مستوى العالم مصر مليان عقول مليان عقول بالمناسبة انتاج مصر العقلي الفكري اكبر دولة على مستوى العالم تصدر عقولا مش بس الايد العاملة علماء علماء بالمعنى الحرفي لكلمة عملاء علماء عملاء ايه بس علماء اجلاء حاجة فهتشرف بصراحة